اقتربنا الآن من نهاية شرحنا لهذه الوحدة الرابعة وذلك بتناولنا للعنص الأخير وهو خلاصة هذا العرض في واقع الأمر للمواثيق الثلاثة لأخلاقيات المهنة إذن لو قارننا بين هذه المواثيق الثلاثة وهي المثاق السعودي ثم المثاق العربي ثم مثاق جامعة مونتي فلو إذن بماذا سنخرج من خلال قراءتنا أو من خلال استعراضنا لمضمون هذه المواثيق الثلاثة في واقع الأمر سنخرج بثلاث ملاحظات رئيسية أو ثلاث خلاصات رئيسية الخلاصة الأولى أننا نتبين من خلال المقارنة بين هذه النماذج من مواثيق أخلاقية مهنة الطرب والتعليم أن المثاق السعودي يعتبر الأحدث بينها نسبياً حتى زمنياً هذا واضح المثاق السعودي صدر سنة 2006 ميلادي المثاق العربي صدر عام 1968 مثاق جامعة مونتي فلو صدر عام 1975 إذن واضح من خلال هذه التواريخ أن المثاق السعودي هو مثاق جديد هو مثاق شاب هو مثاق حديث هو مثاق يعني وهذا يمنحه صفة أنه ربما يكون قد استفاد من تلك المواثيق السابقة وهو متطور يعني الأكثر تطوراً بين هذه المواثيق نتبين ثانياً أن أهم ميزة للميثاق الأخلاقي السعودي لمهنة الطرب والتعليم أنه جاء منسجماً تماماً مع روح الأخلاق والقيم والأحكام الشرعية الإسلامية الميزة ثانية لحساب الميثاق الأخلاقي السعودي ولو أنه غير بعيد عنها في الميثاق العربي أيضاً الميثاق العربي أيضاً روحه أيضاً إسلامية عربية لكن الميثاق السعودي يبدو أكثر اتزاماً بروح الشريعة الإسلامية وهذه ميزة خاصة بالميثاق السعودي الحقيقة وهي بارزة يعني الخلاصة الثالثة من المقارنة بين هذه المواثيق الثلاثة هو أننا نتبين ثالثاً أن الميثاق الأخلاقي السعودي لمهنة الطرب والتعليم جاء تتويجاً لسياسة التعليم في المملكة والجامعة بين أهل أهداف الدينية والدنيوية في بناء شخصية المتعلم السعودي ماذا يعني هذا الكلام؟ الواقع كل دولة في العالم لديها سياسة تعليمية السياسة التعليمية هي فلسفة التعليم في تلك الدولة يعني كل تعليم في العالم مبني على نظرية في الإنسان نظرية في المجتمع نظرية في المستقبل نظرية في ما يريده نظرية في الحياة نظرية في غاية الوجود إذن هذه كلها تسمى بفلسفة التعليم ومنها وهي الأرضية الأولى التي تبنى عليها الأنظمة التعليمية يعني مثل البناء قبل ما نبني بناية على الأرض نقوم بتمهيد الأرض قبل أن نستدعي مقاول ليبني لنا بناية فهو أول ما يفعل يمهد الأرض ويسويها فعملية التمهيد هذه في التعليم يمكن أن نسميها بسياسة التعليم أو فلسفة التعليم لأنها هي الأرض الأولى التي سيبنى عنها صرح صرح التعليم إن شئنا وهو البناء الضخم الذي سيقوم عليه النظام التعليمي فيما بعد طيب المثاق السعودي لأخلاقية مهنة التعليم هو في وقع الأمر لو تأملنا جيدا لو وجدنا أنه يطبق الأهداف التي جاءت في وثيقة سياسة التعليم في المملكة يعني وكما هو ينسجم مع كما ذكرنا سابقا مع نظام الخدمة المدنية أو قوانين نظام الخدمة المدنية هو أيضا ينسجم بشكل رئيسي مع أهداف وثيقة سياسة التعليم في المملكة وهذه أيضا ميزة أخرى نسجلها لصالح إذن المثاق السعودي لأخلاقية مهنة التربية والتعليم في ختام هذه الوحدة نتمنى إذن أن يكون مضمون هذا المثاق وروح هذا المثاق قد وصلت إلى طلابنا الأعزاء ومتابعينا ونتمنى أن يتحول هذا المثاق فعلا من نص مكتوب إلى التزام قار في شخصية المعلم بشكل عام ومستمر لأن ذلك يؤدي فعلا لو تحقق بشكل كامل إلى نقلة نوعية للتعليم في المملكة العربية السعودية تؤدي إلى نهضة كبيرة جدا وتحدي إلى تحقيق أهداف سياسة التعليم الكاملة